اتحاد الاوروبي وحلف الناتو يوقعان اعلانا للتعاون وتنصيق يتضمن التزاما بدعم اوكرانيا في مواجهة روسيا الجيش الروسي يقترب من السيطرة على بلدة استراتيجية في دومباسا ومسكو تتعاهد بتطوير قدراتها النووية في مواجهة الغرب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميسة القادم الثالث عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم تقترب الازمة الاوكرانية من دخول شهرها الحادي عشر ومع ذلك لا يبدو في الافق اي مؤشر على قرب التهديئة او انتهاء هذا الصراع يتمسك الجانبان الروسي والاوكراني بالتصعيد العسكري من خلال المعارك والاجتباكات بينما يواصل الغرب موافقته الداعمة لكييف ما يهدد باطالة امد الازمة وقع حلف شمال الاطلنطي الناتو والاتحاد الاوروبي اعلانا للتعاون والتنصيق يتضمن التزاما بدعم اوكرانيا في مواجهة روسيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الاوروبي ورئيسة المفوضية الاوروبية قال امين عام الحلف يانس ستوتنبرغ انه لا توجد اية مؤشرات على ان بوتن قد يتراجع عن خيار الحرب هدفنا هو بالطبع ضمان اننا سنتمكن من التواصل واستمرار في دعم اوكرانيا فقد شهدنا ان الروسيا قد عانت خسائر جمة في اوكرانيا بسبب الجنود الاوكرانيين المدربين ومهارتهم ويجب ان لا نقلل من شأن روسيا ما زال هناك المزيد من القوات يعملون على الحصول على مخزون عسكري وذخيرة وهم يعانون وسيواصلون الحرب ولا يوجد اي مؤشر بان الرئيس بوتن قد غير من هدفه في هذا الاستهداف لاوكرانيا اكدت رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندرلاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اميني عام النيتو يانس ستوتنبرغ ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ان الاتحاد الاوروبي متحد مع النيتو في دعم اوكرانيا اضافت رئيسة المفوضية الاوروبية ان اوكرانيا ستحصل على الدعم اللازم من دبابات ومنظومات دفاعية مشيرة الى انه سيتم توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لدعمها لروسيا من جهازه قال رئيس المجلس الاوروبي ان اتفاق التعاون المواقع بين النيتو والاتحاد الاوروبي فرض للسياسة الدفاعية المشتركة للمرة الاولى مؤكدا ان اوكرانيا تحارب من اجل مستقبل اوروبا وانه يجب على النيتو والاتحاد الاوروبي تعزيز التعاون اكثر استعدادا للمرحلة القادمة وانه يجب تعزيز الامن الاوروبي وانه يجب التعاون الناور وانه يجب التعاون الى 11.30 ترجمة نانسي قنقر قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولايا باتروشيف أن الحرب مع أوكرانيا وهذه الحرب في أوكرانيا تواجه مع حلف النيتو من جهته أعلن الكراملين أن تورط الولايات المتحدة والنيتو في الوضع بأوكرانيا في النيتو أصبح واضحا وأصبح بحكم الواقع طرفا غير مباشر في الصراع وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وتواصل تطوير الدرع النووي باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة أراضيها كشف تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن السلاح الجو الروسي يستعين بأخطر مقاتلاته في أوكرانيا منذ أشهر أشار هذا التقرير إلى أن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سخايسو 57 متعددة الأدوار في أوكرانيا بشكل شبه مؤكد وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها الغرب أن القوات الجوية الروسية قد استخدمت سو 57 ضد أوكرانيا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة قالت وزارة دفاع روسية ان سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ فرط صوتية من ترازة سيريكون قد اجرت تدريبات في البحر النرويجي وقالت الوزارة ان تاقم الفرقاتة اجرت تدريبات دفاع جوي في البحر النرويجي وكان الرئيس الروسي فلادامير بوتيند قد ارسل الفرقاتة الى المحيط الاطلنطي الاسبوع الماضي مؤكدا ان هذا او هذه الصواريخ ستكون قادرة على حماية روسيا من اي تهديدات خارجية اعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى مائتين وثلاثين عسكريا اوكرانيا على عدة محاور قتالية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف ان القوات الروسية تواصل تقدمها في محور دوناتسك مشيرا الى تدمير عدة مواقع للتمركز للقوات الاوكرانية ومعداتها بالاضافة الى اسقاط طائرتين عسكريتين اوكرانيتين ومروحية بدوناتسك قال رئيس الاوكراني فلادمير زلناسكي ان قواته صامضة امام هجمات جديدة واكثر شدة على سوليدار شرقي البلاد واضافة زلناسكي ان كل شيء دمر تماما في المدينة وان القوات الروسية تكبدت خسائر في الارواح قالت وزارة الدفاع البريطانية ان اوكرانيا تحتفظ بخطوط دفاعية مستقرة وتتحكم بطرق الامداد في مدينة يخموت واستبعدت الوزارة ان تطوق القوات الروسية المدينة قريبا مضيفة ان روسيا تحاول الاستيلاء على بخموت من الشمال عبر السيطرة على مدينة سوليدار القريبة منها والتي باتت تسيطر على معظم مناطقها وتقع سوليدار في منطقة دوناسك على مساحة او مسافة نحو 15 كيلومتر من مدينة بخموت التي كان عدد سكانها قبل العمليات العسكرية يبلغ 70 الف نسمة اصبحت الان مركزا للقتل الادارة العسكرية في دوناسك اصابت ستة مدنيين نتيجة للقصف الروسي على المنطقة خلال الساعة الماضية ذكرت وكالة انباء اوكرانية في هذا الاطار ان القصف الروسي قد اسفر عن اصابة ستة مدنيين في منطقة دوناسك واربعة في بخموت واثنين في كوراكيفكا مشيرة الى انه يصعب حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريو بول وفولنوفاكا مضيفة انه اثناء قصف احدى مدن كراماتوراسك بالانطقة دوناسك في وقت سابق استهدف صاروخ روسي سيارة مدنية ما اسفر عن مقتل شخصين اعلن رئيس الادارة العسكرية في مدينة زابوريجيا الاوكرانية ان الجيش الروسي شن ستمائة غارة على المنطقة منذ بداية العام واسفرت الغارة عن مقتل اربع اشخاص واصابة ثمانية مدنيين واضف المسؤول الاوكراني ان القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة واحدة وتسعين غارة على منطقة دابوريجيا منها سبعون هجوما استهدف البنية التحتية المدنية في 19 مجمعا سكنيا قالت وزارة طاقة روسية انها تعكف على وضع اجراءات جديدة للحد من تخفيض اسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد ان فرض الغرب سقفا للاسعار وقد وقع الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحضر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الاول من فبراير لمدة خمسة اشهر للدول التي تلتزم بالسقف السعري وتبيع روسيا النفط عادة بسعر منخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برينت وقد زاد هذا الخصم في اعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة في اوكرانيا وتتروح الان نسبة الخصم بين خمسة وعشرين وثلاثين دولارا للبرميل مقابل خام برينت اكد وزير السياحة او السياسة الزراعية والغذاء الاوكراني ان بلاده تبذل قصار جهدها لمواصلة تصدير الكمية اللازمة من المواد الغذائية الى البلدان الافريقية وابدى الوزير الاوكراني استعداد بلاده لزيادة صدراتها من المنتجات الزراعية الى البلدان الافريقية اقترب الدولار الامريكي عالميا الى ادنى مستوى له وذلك في سبعة اشهر مقابل العملات الرئيسية الاخرى انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الامريكية امام السلة من العملات الرئيسية من نسبة ثلاثة من مئة في المئة الدولار الامريكي يوصل الانخفاض عالميا مقتربا من ادنى مستواته في سبعة اشهر مقابل العملات الرئيسية الاخرى جاء الانخفاض في قيمة العملة الامريكية على المستوى الدولي متأثرا بتفاؤل المستثمرين بان البنك المركزي الامريكي ربما يكون قد اقترب من انهاء دورة زيادة اسعار الفائدة ومع تزايد الطلب على الاصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كورونا في الصين الشكوك تتزايد بالاسواق في ان يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي الى رفع سعر الفائدة فوق 5% للسيطرة على التضخم حيث بدأت الزيادات القوية في اسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل في الوقت نفسه اظهر تقرير الوظائف الاسبوع الماضي انه في حين اضاف الاقتصاد الامريكي الوظائف بمقياس قوي في ديسمبر بلغ مائتين وثلاثة وعشرين الف وظيفة فقد سجل ايضا تباطؤا في نمو الاجور وارتفع اليورو في احدث معاملاته بنسبة سبعة من مائة في المائة الى واحد وسبعة من مائة دولار بينما انخفض الجنيه الاسترلينية ثمانية من مائة في المائة الى واحد واثنين وعشرين من مائة دولار بعدما سجل هو الاخر اعلى مستوى في ثلاثة اسابيع ومقابل سلة من العملات الرئيسية انخفض مؤشر الدولار الامريكي بنسبة ثلاثة من مائة في المائة الى مائة وثلاث نقاط واربعة عشر من مائة نقطة بينما تراجع سبعة من عشر في المائة ليلامس ادنى مستوى في سبعة اشهر عند مائة واثنتين وثلاثة وتسعين من مائة نقطة اعادة فتح الصين السريع لحدودها بعد وقف سياسة صفر كورونا قدمت دفعة اخرى للاصول ذات المخاطر العالية بعيدا عن جاذبية الملاذ الآمن للدولار كشفت الحكومة اليابانية ان المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين في العاصمة توكيو قفز بنسبة 4% في ديسمبر الماضي وسجل التضخم في اليابان اكبر تحرك لهم في 40 عاما مما سيؤدي الى زيادة جديدة في الاسعار وزيادة الضغط على البنك المركزي الياباني من اجل تشديد سياساته النقدية وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ان المؤشر التضخم في عام 2022 ارتفع بنسبة 2.2 عن العام السابق متجاوزا اعتبت 2% لأول مرة منذ عام 2014 انخفضت الاسهم الاوروبية مع توخي المستثمرين الحذر وذلك قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيرون باول بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالمنك المركزي الامريكي مزيدا من رفع اسعار الفائدة وقد تراجع المؤشر ستاكس للأسهم الاوروبية بنسبة 7 من 10% بعدما سجل اعلى مستوياتي في 8 اشهر في الجلسة الماضية وقد انخفضت اسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1% وقد تراجعت اسهم شركات التعدين 1% حيث انخفاض اسعار النحاس رحب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتارش باطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان وعشر جوتارش الى ان هذه الخطوة مبنية على التقدم الذي تم احرازه عند التوقيع على الاتفاق الاطاري السياسي مؤكدا ان اطلاق المرحلة النهائية يمثل خطوة مهمة اخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة واجدد الامين العام التزام الامم المتحدة بالمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الاسابيع المقبلة رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان معربا عن تطلعه للتوصل الى اتفاق نهائي بين جميع الاطراف السودانية واكد البرلمان العربي اهمية هذه الخطوة التي تتطلب البناء عليها وذلك من خلال تحقيق التوافق التام بين جميع الاطراف السودانية مشددا على ان الامن القومي السوداني هو جزء اصيل لا يتجزأ من الامن القومي العربي دعا رئيس مجلس النواب اللبنانيين بهبر لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد الخميس المقبل وتعد الجلسة هي الاولى في العام الجديد والحدية عشر منذ انعقاد اول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في التاسع والعشرين من سبتمبر من العام الماضي حيث لم تسفر الانتخابات التي تجرى بين اعضاء المجلس النيابي عن حصول اي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة اشتركوا في القناة 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 أعلن الرئيس البرازيلية لولا دي سالفا عن اعتقال 1500 شخص على الأقل من أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو بعد أن شهدت العاصمة البرازيلية اقتحاما ونهبا لمقار السلطات الرئيسية في البلاد وأخلت الشرطة البرازيلية مقر الكونغرس الوطني حيث استعادت قوات الأمن السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا وقصر الرئيسة لن تفلت الديمقراطية من أيدينا مجددا قالها الرئيس البرازيلي لولا دي سالفا معلقا على أحداث الأحد الدامي عندما اقتحم الألف مقار السلطة والحكم في العاصمة برازيليا دي سالفا وخلال اجتماع موسع مع رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والقضاء والأمن في القصر الرئاسي تعهد بمحاسبة كل من له صلب الأحداث وأعلن اعتقال ألف وخمسمائة شخص حتى الآن على ذمة التحقيقات هناك ما يقرب من ألف وخنسمائة شخص تم القبض عليهم وسوف يظلون رهن الاحتجاز حتى انتهاء التحقيقات من المهم أن يعرف البرازيليون أننا لن نتوقف عن التحقيق مع أولئك الذين ربما يقوموا ضحايا والذين كانوا مغرد أدوات والذين ربما تلقوا الطعام والمساعدة في المجيء إلى هنا لإحتجاج نحن نريد أن نعرف من الذي مول ومن الذي دفع للناس ليبقوا طويلا اجتماع القصر الرئاسي انتهى بالإعلان عن بيان مشترك بعنوان الدفاع عن الديمقراطية جاء فيه أن السلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور البلاد ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية التي وقعت في برازيليا وتشدد على مواصلة العمل لضمان الحفاظ على الأمن والسلام والديمقراطية في البلاد ولم يكن الرئيس أو مؤسسات الحكم والدولة في البرازيل وحدهم في إدانة أعمال الاقتحام والعنف والشغب في برازيليا بل نظم الألاف مسيرات مؤيدة للديمقراطية في ساوباولو ورفع المشاركون لافتات تطالب بمعاقبة أولئك الذين هجموا القصر الرئاسي وكذلك مبنى الكونجرس والمحكمة الفيدرالية العليا هذا وشن المئات من أنصار الرئيس السابق جاير بولوسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرية الكونجرس والمحكمة العليا قبل أن يتم استدعاء قوات الأمن الفيدرالية لاستعادة السيطرة على هذه المقار وألحق المهاجمون أضرارا جسيمة في المقار الثلاثة الضخمة التي تعد تحفا معمريا من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية وتعتبر ذات قيمة لا تقدر بثمن وأثارت أعمال التخريب وابلا من ردود الفعل الدولية لا سيما من واشنطن وبكين وموسكو وباريس ومن دول أمريكا اللاتينية لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اشتباكات بين متظاهرين وقوة الأمن في مدينة خولياكا جنوب شرقي بيرو هذا وقد حاول المتظاهرون اقتحام مطار المدينة جنوب شرقي البلاد مطالبين باستقالة الرئيس بولوراتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر الماضي ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد تعقبت وزارة الدفاع الطايوانية 11 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية حول تايوان خلال اليوم وأمس وذكرت الوزارة أنه ردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني مضيفة أن ثلاث طائرات صينية عبرت خط الوسط لمضيقي تايوان دعت رئيسة تايوان ساي إنجوون ألمانيا للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وذلك خلال اجتماعها مع وفد البرلمان الألماني برئاسة رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الذي يزور الجزيرة حالياً واستتصاعد للتوتر العسكري في المنطقة وتنديد الصين بهذه الزيارة جبهة جديدة تفتح في ملف الصين وتايوان فوسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن تأتي زيارة وفد برلماني ألماني للعاصمة التيوانية تايبي زيارة وفد البوندستاغ حملت معها رسالة أوروبية للصين تشير إلى أنه بالرغم من العلاقات الواسعة مع بكين إلا أنها تؤكد رفض أوروبا لتهديد تايوان ومحاولات ضمها بالقوة للبر الصينية رئيسة تايوان ساي إنغ وان دعت ألمانيا للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وذلك خلال اجتماعها مع الوفد البرلماني الألماني برئاسة رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الديمقراطيات يجب أن تقف معاً وتدعم قيام الديمقراطية والحرية واعتباراً من العام المقبل سيتم تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية في تايوان إلى عام واحد لتعزيز قدراتنا الدفاعية وإظهار عزمنا على الدفاع عن وطننا وحماية الديمقراطية نحن نتطلع أن تقوم تايوان وألمانيا والشركاء الديمقراطيون الآخرون معاً بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي والازدهار الصين من جانبها نددت بزيارة أعضاء البرلمان الألماني إلى تايوان واعتبرت الزيارة تغييراً في مصار العلاقات بين بكين وبرلين رغم ما أكد عليه المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته الأخيرة لبكين من دعم بلاده لوحدة الصين بما فيها تايوان لكن ليس عن طريق القوة الزيارة الألمانية زادت من حدة التوتر في المنطقة فيما لا تزال تتفاعل تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على رأس وفد برلماني لتايوان وذلك في مطلع أغسطس الماضي أعلنت الخارجية الصينية رفضها للقيود التمييزية التي فرضتها بعض الدول تجاه المسافرين الصينيين مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة في سياق متصل أعلقت الصين إصدار تأشيرات بغرض السياحة أو العمل للكوريين الجنوبيين وذلك ردا على اشترات سي أول تقديم المسافرين القادمين من الصين نتائج سلبية لاختبارات فيروس كورونا وأفدت الصفارة الصينية في سي أول أن القرار سيطبق حتى ترفع كوريا الجنوبية إجراءاتها التمييزية بهذا الصدد من جانبها أعلنت توزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن إجراءات الحجر الصحي بشأن المسافرين القادمين من الصين تستند إلى أسس علمية وموضوعية هبطت طائرة روسية تحمل 244 راكب بشكل اضطراري وذلك في قاعدة جوية عسكرية بالهند بسبب تهديد بوجود قنبلة على متنها كانت طائرة متاجهة من موسكو جوا إلى الهند وقد هبطت اضطراريا في ولاية جوجارات الهندية بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة لتغادر إليها جوا وقامت أجهزة الأمن الخاصة بالمطار بتفتيش الطائرة وفق الإجراءات المتبعة هيتستغرق الأمر نحو تسع ساعات أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن امتنانه للدول وباكالات الإغاثة لمساهمتها في إنجاح المؤتمر الذي عقد في مدينة جناف السويسترية بشأن تحديات ما بعد الفيضانات في باكستان وحصلت باكستان خلال المؤتمر على تعهدات بأكثر من عشرة مليارات دولار من المؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة وشركاء التنمية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات واستعادتها وإعادة بنائها وقدم التعهدات الرئيسية خلال المؤتمر البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمملكة العربية السعودية أصدر مسؤولوء الإطفاء أوامر إخلاء فوري لجميع سكان مونسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة خلال الأونة الأخيرة وجاء هذا التحذير الخاص بالإخلاء الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا هذا مجرد مكافحة أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء في الرمال السوداء أشار المركز إلى أن الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر يقدر بنحو 1.3 مليار متر مكعب موزعة على أربع مناطق رئيسية في محافظات البحيرة وضنيات وكفر الشيخ وشمال سيناء ويقدر العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع بأكثر من 255 مليون جنيه سنويا وصلت وزارة الداخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 529 قضية مونية ومستندية وعينية بمضبطات بلغت 352 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 89 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 239 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 363 قضية من بينها 137 قضية خبز نقص الوزن و105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التنمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغت 140 طن تسود أنحاء من الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسط تسجيل لدرجات الحرارة منخفضة وأمطار شهدتها بعض المدن منها القاهرة الكبرى منذ يومين للمزيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية من مقر هيئة الأرصاد الجوية أحمد هل لك أن تطلعنا على الجزيد في حالة التقس من مقر هيئة الأرصاد الجوية إليك نعم ريهام تحية لك من مقر هيئة الأرصاد الجوية حيث يسود الجو والتقس في 48 ساعة حالة من الاستقرار النسبي وتحسن في الأحوال الجوية بعد يوم ممطر شهدنا يوم أمس وقبل أمس وللمزيد من التفاصيل عن الأحوال الجوية يسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في هيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهئة الأرصاد الجوية دكتور محمود أهلا بحضرتك وحدثنا عن تحسن الأحوال الجوية بعد يوم ممطر شهدنا أمس أهلا بحضرتك وكل مشاهدي القناة الأولى المصرية بالفعل بنشهد منذ ساعات صباح اليوم استقرار في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية بعدما شهدنا على مدار 48 ساعة ماضية أجواء كانت ممطرة بغزارة على السواحل الشمالية امتدت أيضا رعضية إلى مناطق من القاهرة مساء الأحد كانت بسبب منخفة جوي متعمق في طبقات العليا للهواء لكن بداية من اليوم ومع تحرك هذا المنخفط الجوي أكثر إلى خارج الأراضي المصرية وسيطرت مرتفع جوي على الأجواء بدأ استقرار في الأحوال الجوية ومع كميات الرطوبة المتوافرة في الهواء لاحظنا خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم تكون الشبورة المائية التي كانت ظاهرة بوضوح وكانت كسيفة على بعض الطرق والمناطق الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد ومدن القناة مع تقدم ساعات نهاري اليوم بدأنا نحس بحالة من الدفئة أكثر بعدما شهدنا انخفاض في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية وصلت درجة الحرارة العظمى الآن إلى 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى بعدما سجلت 18 درجة مئوية بالأمس هذه الحالة الجوية المستقرة معها فقط فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية التي يتم استقبالها هنا داخل اللي هي العامة للأرصاد الجوية توضح تكاثر لبعض السحب المتفرقة على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية المتوقعة الآن أن يتساقط معها أمطار ما بين الخفيفة هي خفيفة بالفعل ربما تتوسط في بعض الأحيان على مناطق من سواحلنا الشمالية هذه الحالة شبه مستقرة متوقعة أن تستمر معنا حتى يوم الغد الأربعاء ولكن مع مساء الأربعاء وبدايات الخميس بتشير الخرائط إلى بداية وجود منخافة جوي آخر يبدأ في الدخول إلى الأراضي المصرية من الجانب الشمالي الغربي متوقع أن يكون معه أمطار على نهاية الأسبوع دكتور محمود إلى متى سوف تستمر هذه الشبورة المائية وهل سوف نشهد أيام ممترة كما شاهدناها في الثامنة والأربعين ساعة الماضية؟ بالنسبة للشبورة المائية هي بالفعل بتكون سمة من سمات أيام الاستقرار في الأحوال الجوية وزي ما ذكرت لحضرتك اليوم وغدا استقرار في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية وبالتالي مستمر معنا غدا في صباح الأربعاء شبورة مائية قد تكون كسيفة على بعض المناطق الداخلية من الجمهورية زي محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال ووسط الصعيد وكذلك وسط سيناء لكن بدخول يوم الخميس القادم هناك منخفض جوي يستمر في الدخول إلى داخل الحدود الشمالية الغربية للجمهورية متوقع أن يؤثر علينا يوم الخميس القادم بأمطار تكون متوسطة ورعضية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية الجمهورية تحديدا عند محافظات الأسكندرية ومطروح مع تقدم ساعة الوقت يتحرك هذا المنخفض الجوي أكثر إلى داخل أراضي المصرية وإلى جهة الساحل الشمالي الشرقي وبالتالي على نهاية الإسبوع متوقع أن تصل الأمطار إلى مناطق من محافظات الوجه البحري وكذلك بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى تستمر هذه الحالة الجوية الغير مستقرة على السواحل الشمالية الغربية للجمهورية وتمتد إلى السواحل الشمالية للجمهورية ومحافظات الوجه البحري حتى نهاية الإسبوع الحالي وكذلك بدايات الإسبوع المقبل بإذن الله دكتور محمود هل هذه الأمطار سوف تصاحبها مزيد من انخفاض في درجات الحرارة وبالتالي على المواطنين ارتداء مزيد من الملابس الشتوية والدافئة ومازعا أيضا سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر والمتواصل بالنسبة لدرجات الحرارة مع هذه الأيام التي نشهادها حاليا اليوم وغدا ومع حالة الاستقرار في الأحوال الجوية ارتفع درجات الحرارة اليوم فعلا بمعدل درجة إلى درجتين عن درجات الحرارة التي تم تسجيلها بالأمس اليوم نسجل درجة حرارة 19 درجة مئوية بعدما سجلنا 18 درجة مئوية بالأمس بيستمر هذه الأوضاع ودرجات الحرارة هذه حتى نهاية الإسبوع الحالي وبداية الإسبوع المقبل أيضا لكن تأثير هذا المنخفض الجوي المتوقع تأثيره بالمقام الأول على الأمطار مع هذه الأمطار متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية يمتد هذا النشاط إلى مناطق من محافظات الدلتة والقاهرة الكبرى نشاط الرياح بواجه عام خلال هذه الأيام بيعطينا مزيد من الإحساس ببرودة الطقس فلو سجلت درجات الحرارة 19 درجة مئوية على القاهرة على سبيل المثال فمتوقع أن يشعر بها المواطن وكأنها 17 و18 درجة مئوية أيضا نشاط الرياح لما يكون على مسطح البحر المتوسط هذا يؤدي إلى بعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج فمتوقع على نهاية الأسبوع مع هذه الحالة الجوية المضطربة أن نشهد اضطراب نسبي على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج هناك إلى حوالي ثلاثة أمطار على نهاية الأسبوع لكن مع درجات الحرارة التي تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات قليلا خلال ساعات النهار نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل بيكون خلال ساعات الليل الطقس ما بين البارد إلى شديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية وبالتالي بننصح المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار لكن خلال ساعات الليل طبعا بننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة متى تتوقعون أن يكون هناك استقرار في أحوال الطقس هل مثلا فيه على السبوع القادم أو متى تحت؟ بالنسبة لفصل الشتاء عموما هو معروف بأنه فصل تسلسل وتتابع المنخفضات الجوية على جمهورية مصر العربية بتبدأ المنخفضات الجوية كما تشير الخرائط أمامنا إلى دخول هذه المنخفضات الجوية من الجانب الغربي ثم تستمر في المرور على جمهورية مصر العربية حتى تخرج إلى الجانب الشرقي من الجمهورية مرورا إلى بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية هذا هو الأمر المعتاد خلال فصل الشتاء في مصر بعد مرور المنخفض الجوي بيتبعه مرتفع جوي وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار مع حالة جوية غير مستقرة بيعقوبها بعد ذلك استقرار في الأحوال الجوية حالة من الدفء وزيادة في فترات سطوع عشعة الشمس هكذا حتى نهاية فصل الشتاء بإذن الله دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهذا العمل الإرصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك وكما شهدنا ريهام وزملائي في الاستوديو على المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة حتى لو كانت الشمس ساطعة أو كان هناك إحساس أو شعور بالدفء خاصة في أوقات الظاهرة عليكم زملائي فلسطين أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على هذه التغطية شكرا جزيلا شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي في نسختي الثانية في الرياض الذي ينعقد تحت شعار نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثقة ومرينة في إفريقيا وغربي ووسط أسيا وصرح الملا بأن هناك دعما وتعاونا بين مصر والسعودية في إنشطة متنوعة ولسيما مجال التعدين منذ عدة سنوات مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية موضحا أن مصر تضع نصب أعينها التوسعة في الصناعات التكملية التي تقوم على المعادن المختلفة التي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء فيديو تحت عنوان تعويضات النوبة وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية لاستعراض جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي كنا منتظرين اليوم ده اليوم ده بيعتبر تاريخ ميلاد بالنسبان تعويض ده جاي بعد خمسين سنة أنا جاي ومش متوقع أن أنا هلاقي ميا قدام مني موجودين على الطبيعة وعلى الواقع وبنستلم احنا بنعوض عن بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي وبناء وتعلية خزان أسوان ده تم من حوالي قرن وربح من 123 سنة إلى أن جاء فخامة الرئيس في مؤتمر الشباب سنة 2017 في مدينة أسوان ويوجه بضرورة وضع حل جزري لمشكلة التعويضات لأبناء النوبة مراجعة موقف ما لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهي اللجنة أعمى لها خلال ستة أشهر على الأقصر نحن احتفلنا في 20 يناير 2020 في وجود السيد رئيس الوزراء بتسليم أهلينا مجموعة من التعويضات وإحنا حالياً استكملنا المرحلة الأخيرة نحن يمكن فيه أكتر من 3600 أسرة استفادت حتى الآن من هذه التعويضات كنا منتظرين اليوم ده اليوم ده بيعتبر من يعني تاريخ ميلاد بالنسبة لنا نحن بقالنا بتاع خمسين سنة منتظرين هذا اليوم نحن لما جينا من الواحد ما كانش بتصور أن حنلاقي الكلام ده جيت لجيت طاقة شمسية وبعض الأماكن خضرة بحي فخامة رئيس الجمهورية الذي أوعد ثم أوفى بعهده وفعلاً ها هنا اليوم ونستلم أراضينا مرة تانية صدر قرار من دولة رئيس بجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر مستحق التعويض عن بناء وتعليد خزان أسوان وبناء السد العالي وقامت اللجنة بحصر المستحقين للتعويض ووصل عادتهم 11500 أسرة وبعدها أصدر دولة رئيس بجلس الوزراء القرار بتشكيل لجنة الوطنية لوضع قواعد وقاليات التنفيذية لصرف التعويضات فأنا عندي لو مستحق التعويض شخصياً هو اللي تقدم لصرف التعويض أنا مش محتاج منه أكتر من بطاقته الشخصية لو ورصة وتقدموا جميعاً أنا مش محتاج منهم غير إثبات صلاتهم بالمستحق التعويض إجراءاتها كانت جات لنا أننا نكون عندنا المستند الأصلي جبناها من المساحة بعد 9 شهر على معتقد سلمت في الموقع اللي أنا عايزه سلمت في مدينة الطيبة باللقصر قدمت في 2019 لما فتحوا باب التقديمات بعد ذلك طلبوا مني الإعلامات الوراثة اللي معي في المستند وآخر مرحلة كانت اللي هي اللي أجيب من البنك برقم الحساب بتاعي اللجنة رأت إن التعويض يبقى من جنس الضرر فبالنسبة لمن فقد مسكن في بناء وتعلية خزان أسوان ده خرج وأقام مسكن على أرض مملوكة للدولة أو على أراضي طرح النهر ففي الحالة دي أنا بملكه المسكن اللي أقامه على أراضي مملوكة للدولة لكن المسكن اللي تبنى على أرض طرح نهر أنا بديله بيه شهادة حق انتفاع لأنه لا يجوز تملكه أما بالنسبة لمن تضرر من بناء السد العالي فده فقد مسكن أو فقد أرض زراعية وفي الحالة دي أنا حطيت له كذا بديل البديل الأول لو فقد مسكن أنا بديله شقة في مساكن أقيمة معرفة وزارة الإسكان ودي متاحة في 13 محافظة أو بديله بديل لها مبلغ نقضي 225 ألف جنيه الحالة الثالثة لو هو طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في تنمية الصعيد أما من فقد أرض زراعية فأنا بديله أرض بديلة في منطقتين في منطقة خور قندي أو منطقة ودي الأمل وبديله مقابل الفدان فدان البديل الثاني أن أنا بديله 25 ألف جنيه عن الفدان أو 225 ألف جنيه عن المسكن اللي فقده وهو ده التعويض اللي أنا بديله الحالة الثالثة أو الاختيار الثالث إذا هو طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في تنمية الصعيد التعويض اللي أنا اخترته الأرض الزراعية والإجراءات طبعاً قدمنا مستند الملكية مع الأوراق طبعاً دي أجداد بإعلانات وراسة وتفويد من الورصة وتوكيلات معينة والصراحة سهلولنا وروحت وقدمت الأوراق عن الورصة اخترت تعويض أرض صراحة عايز برضو أطمن أهلينا من النوبة إن اللي بيحصل على أرض أسوان إحنا بنستفيد منه كلنا والسيادة الرئيس أمر بدخول مركز ومدينة نصر النوبة في المرحلة الأولى 265 مشروع بيتم تنفذهم في مركز نصر النوبة بتكلفة تجاوزت التلاتة واحد من عشرة مليار جنيه يعني الحاجات المعمولة في مركز نصر النهاردة من مدارس ومن كله يعني خدماته صراحة ما كانتش موجودة من قبل كده النهاردة مشروعات أيامة في مركز نصر النوبة مثلاً اللي هو تبع الحياة الكريمة اللي هو من ضمن القرى والنجوع للناس اللي بتستفاد منه برضو إحنا كمركز نصر النوبة مستفادين دلوقت الحمد لله بسيادة الرئيس بصلنا غربي سيل جاف تتاحة أيام السيول والكبار اللي هتعمل الجديد يعني إحنا نتمنى أن أسوان تجبأ أحلى وأحلى 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 أحب أقول لأبناء اللوبة من أهل أسوان أن الدولة جادة جداً في تعودكم أي حد تم حصره بمعرفة لجنة الحصر إحنا مش هنسيبه إلا لما يستلم تعوده افتتحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أعمال تطوير ورفع كفاءة قثر ثقافة رود الفرق في منطقة شبراء والذي يخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور من سكان الحي العريق المزيد في سياق التقرير التالي على مساحة عشرة ألاف متر مربعة تم افتتاح قصر ثقافة رود الفرق في حي شبراء بالقاهرة بعد أن تم رفع كفاءتي وتطويري بأحدث الوسال وتقنيات ويتضمن القصر المبنى الإداري وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة للأطفال وحديقة ترفيهية أتمنى أن كل مدينة وكل قرية يبقى فيها قصر ثقافة حتى لو حاجة صغيرة علشان تبقى منارة للتنوير الثقافي في الدولة كلها طبعا معمول فيه جهد كبير جدا وأنا بشكر كل الناس اللي شاركوا في التطوير وفيه خطة للأنشطة محدوطة والخطة دي قد من البروتوكول المواقع مع التربية والتعليم يعني الأنشطة اللي بتتعامل في المدارس تحت إشراف وزارة الثقافة حتتنقل لقصور الثقافة في الأجازات عشان يبقى فيه استمرارية للأنشطة الفنية والثقافية شهد القصر أعمال تطوير وتوسيع لمصرح القصر ليتسع لحوالي 330 مقعدا واستحداث مصرح للطفل ليتسع لحوالي 150 مقعدا ومرسما للفنون التشكيلية وقاعة معارض لمنافذ الكتب التي تصدر عن وزارة الثقافة الحقيقة خلال العام اللي هي العامة لأصول الثقافة استطاعت أن نتطور أصر الثقافة بما يتواكب مع جمهوريتنا الجديدة إحنا بقى عندنا سينما وبقى عندنا مصرح للطفل وعندنا كيت زئرية وعندنا مكتبة للأطفال ومكتبة للكبار وعندنا نادي لنوادي التكنولوجيا وعندنا نوادي المرأة وعندنا منافذ لبيع إصدارات الهيئة ومنفذ لبيع منتجات الهيئة سواء من الكتاب أو من الحرف اليدوية الحقيقة الأصل الثقافة تطور أن يحوي كافة الأنشطة الثقافية والفنية التي تخدم المواطن المصري وخصوصا أهالينا من شبرة وروض الفرج أنا مبسوطة جدا ولازي كمان مبسوطين جدا لأن إحنا ما نعرفش أنه بتتم النشاطات دي إلا قريب بعد التجديد اللي حصل ده فوجئنا بمكتبة وكيدز إيريا ومصرح وأنشطة جميلة جدا فلما بلغونا النهاردة أنه في حفلة للأولاد ورسم وكده فرغم أنه فيه ظروف امتحانات لكن أنا جبتهم وجيت يعني الحمد لله فعلا فيه طفرة في المكان من حيث المكتبات من حيث الجنينة من حيث الدخلة بتاع الأصر نفسه يعني ما شاء الله التجهيزات حلوة جدا الشكل بقى يعني فيه تطور فيه فيه أمل أن الأطفال تبتلي تستفيد حاجات أكتر يعني فيه إفادة فيه كبار ممكن يستمتعوا بالسينما دي فكرة جديدة لا كانت موجودة أصلا فالموضوع حلو جدا القصر تم إنشاؤه في سوق رود الفرق السوق الأشهر في السينما المصرية الذي بني على التراز المملكي والإنجليزي عام 1974 ليتحول إلى قصر ثقافة يخدم العديد من المواطنين والأهالي في حي شبرى مصر أحمد الحسيني التلفزيون المصري أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني أن أعمال تطوير المركز القومي للمصرح والموسيقى والفنون الشعبية جاءت للحفاظ على الذاكرة الفنية لقامات كبيرة من الفنانين ليكون متحفا مفتوحا يروي تاريخ مصر الفني المزيد في هذا التقرير أعمال تطوير كبيرة شهدها المركز القومي للمصرح والموسيقى والفنون الشعبية بمقره بحي الزمالك والذي يضم مقتنيات لكبار الفنانين المصريين ممن رحلوا عن عالمنا قديما أو حادثا وخلال مراسم الافتتاح أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني أن أعمال التطوير جاءت للحفاظ على الذاكرة الفنية لقامات كبيرة من الفنانين ليكون متحفا مفتوحا يروي تاريخ مصر الفني هم دول اللي علمونا وأعتقد أنه ده المتحف ده جزء من رد الجميل لأجيال عظيمة نقلت لنا أعظم الفنون وخلتنا في صدارة المشهد الفني في العالم ساعتها في الوقت ده الناس دي كل واحد فيهم تاريخ وكل واحد فيهم قصة عظيمة لو تحكت هتاخد ساعة لوحدها كل واحدة هنقدر نحكي عنه حكايات كتيرة جدا حمل التطوير كتير قوي اتعاملت على مدار خمس تشهر تحولت الجنينة دي إلى حديقة متحفية كاملة تم الاستعانة بزملائنا من قطاع الفنون التشكيلية لوضع التصور المتحفي للقاع الرئيسية وترميم المقتنيات والمكتات طبعا ساعدنا في ده جمعية أبناء الفنانين اللي هدونا مقتنيات أباهم وأجدادهم وزويهم اللي أسره للمتحف أنا لما توليت إدارة المركز كان حوالي تسع من الرموز والفنانين اللي عندنا بس النهاردة وصل الرقم لتسعة وسبعين ولا زال الحمد لله الاحتفالية التي شارك فيها أبناء الفنانين أشادوا بما تضمنتوا فكرة التطوير المتحفة لعرض المقتنيات الشخصية لآبائهم لتكون أعمالهم دائما حاضرة في ذاكرة الجمهور بصراحة الفكرة حلوة جدا وأكيد أنا فخورة جدا 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 حاجات بابا موجودة أنا شخصيا في حاجات بالنسبالي في حاجات اللي هو أول ما تشوفها بتفتكر العمل وبتفتكر الممثل وبتجيب لك ذكريات حلوة وكده من أعمال كتير وفي حاجات شوفناها النهاردة حلوة قوي 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 إحساس رائع جدا إن إحنا نشوف مقتنيات أبأنا في المتحف وقد إيه هي تخليص ذكراهم والكلام ده كله طبعا دي فرحة كبيرة لنا إحنا كأبناء فنانين بصا عايزة أقول لك يا الفكرة إبداع بصراحة لأن كفن هو كده كده محتفظ في قلوب كل المصريين وقلوب العالم العربي كله زي ما هم أصر الحياة الثقافية والفنية في العالم كله بس حكاية أن أنت تبقى مقتنيات موجودة في مكان محدد ده شيء حلو أجيال وأجيال وأجيال حتفضل محتفظة بيها بنفس الرونق وأنا بصراحة بيحافظوا عليها جدا وشكرا اليوم وأبدعوا بصراحة كما جملت أعمال التطوير عرضا للمقتنات الشخصية للعديد من الشعراء والأدباء ممن أثروا الحياة الفنية بكتاباتهم وإبداعاتهم منهم صلاح جاهين وتوفيق الحكيم وأحمد رومي وغيرهم وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو يوقعان أعلانا للتعاون والتنفيق يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا الجيش الروسي يقترب من السيطرة على بلدة استراتيجية في دونباس وموسكو تتعهد بتطوير قدراتها النووية في مواجهة الغرب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميسة المقبل موسيقى انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء موسيقى